السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل فيها حاجة حلوة أوي وهي عصير الجزر بالبرتقان هنضف له حاجة زغيرة كده هتخلي طعم متحفة وكمان هنعمل مهلبية الجزر بالبرتقان لو أول مرة تشوفوا قناتي فإنه ليس أمرا لايك وشير وسبسكراب للقناة ويتفعلوا الجرز عشان يوصلكم إني كل جديد يلا بننسمي لو نسالي على الرسول ونشوف المقادين ونخش على التحديد معي جزر هنا أنا مقشرة ومقطعة أي تقطعة أنت عايزها ومعي عصير برتقان وعسل أبيض ممكن تستبدليه بالسكر بنجيب كده حلة وبننزل بيها بالجزر اللي إحنا مقطعينه لحضراتكم شايفينه ده أي كمية جزر بقى أنا كان عندي الكمية دي بس حبة تقطري عن كده مفاش مشكلة وكمان مية عادية جدا من الحنفية زي محضراتكم شايفين وهحطها بقى على النار تغلي لحد لما الجزر يستوي وما ترميش المية بتاعته عشان إحنا هنحطه فيه كمان الخلاط يعني مية الجزر اللي هتبقى متبقية إحنا هنضرب فيها الجزر بنجيب بقى كده شفش الخلاط وانزل بعصير البرتقان طبعا العصير البرتقان ده العصير اللي هو البرتقان البلدي موجود متوفر في السوق دلوقتي هو حلوة أوي في الشتاء وانزلت عليه بالجزر طبعا استنيت لما الجزر بعد ما استوى استنيت عليه لما برد ما تحطوه السفن في الخلاط وكده حضرب على طول عصير البرتقان بالجزر زي ما قلت لحضراتكم الجزر طبعا مستوي وانزلت بيه بالمية بتاعته عشان كده بقول لكم في السلق ما تكتروش المية للجزر عشان ما تبقاش المية كتير وانضطر إن احنا نرميها وبيبقى كلها فوين تمام؟ أنا ضربت كده الجزر بعصير البرتقان هنزل كده بالعسل الابيض وزي ما قلت لحضراتكم ممكن بدل العسل الابيض تستبدلي بالسكر وحنضرب كمان وحنشوف بقى ايه المكون اللي احنا هنحطه اللي هو هيزبط لنا بقى العصير ده بيخلي طعمه طحفة زي الجاهز بالزبط زي العصير اللي انت بتشربه برا بل احسن كمان وانضف كده خلطنا العصير البرتقان بالجزر بالعسل او السكر زي ما قلت هنا بقى احط عصير لامونتين بجيب لامونتين وعصرهم واخد العصير بتاحهم واخليتهم بقى كلهم مع بعض كده ويلا بينا بقى نشوف العصير الجميل بتاعنا ده مش قادر اقول لكم بقى اللون كان عامل ازاي بدون اي لون زودناه اللي هي الالوان الغذائية مفيش خالص لان الجزر والبرتقان ميكس مع بعض بيدو لون طحفة وطعم في منتهى الجمال العصير ده حلوة قوي ادو لولادكم لو ما بيكلوش الجزر اعملو لهم العصير ده حيشربوه وهو داخله الجزر فهو مغزي جده اللي فات بقى من العصير هنعمل بيه احلى مهلابية ممكن تعمليها وتكليها طبعا بدون لبن خالص هنا بجيب بقى حلع انا لسه مشغلتش النار بنزل كده ادي عصير البرتقان ولو لقتيت ايه لشوية ممكن تخفيف بيه لشوية مية علشان احنا لسه هنحط له النجم هنا بعد ما حطيت العصير طبعا انا حطى فيه العسل اللي انا هشربه في العصير لكن لو هنعمل بقى المهلابية هنضطر ان احنا نزوده سكر او حابة تحطي عسل برضو مفهاش مشكلة انا حطيت معلقة ونص من السكر وانت تزبطي بقى السكر حسب كمية المهلابية اللي عندك هقلب بقى كده كويس لقيت الكمية قليلة زود شوية من المية المية من الحنفيه عادي جدا مفهاش اي مشكلة هقلب كده كويس لحد السكر بتاعي لما يدوب همسك بقى شوية زبيب كده وانزل بيهم انا طبعا زودت شوية مية للخليط اللي حداتكم شايفينه ده وحبتدي بقى يقلب دوبت السكر في المكون اللي عندي وبعد ما دا بنزلت بشوية زبيب برضو الزبيب ده اختياري زي ما انت عايزة بعد ما قلبت بقى كده بكون مدوبة حوالي معلقتين ونص أو ثلاث معالق من النشا والنشا برضو حسب كمية المهلابية اللي عندك تمام بقى انا بنزل بالنشا تدريجي مش بنزل بيه مرة واحدة عشان ممكن يتقل معايا فابطل ان انا اكمل بقية النشا اللي عندي ولو عايز النشا تاني برضو هتدوبي النشا في المية البردة وهتزودي بيه بصوا بقى انا بنزل تدريجي ولما بنزل بالنشا كده بكون في التقليب المستمر ما تقفيش عن التقليب عشان ما يكلكعش معاك النشا هقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين بلاقيه لسه خفيف بنزل ببقية النشا طبعا من النشا لسه ما استواش معانا بس انتو طبعا بتبقوا عارفين ان كده كفاية نشا ولا لا بقلب كده كويس قوي اهو طبعا انا بعد ما نزلت بعصير البرتقان والجزر في الحلة اللي قدام حضراتكم دي ولعت النار على طول تمام هنا نزلت بقى بفانيليا اللي هي الفانيليا السائلة دي ما عندكش حط البودر وتقلبي طبعا الريحة لما حطنا الفانيليا تحفى ما شاء الله القوات الا بالله مهلبية مغزية جدا جدا رغم انها ما فاش لبن بس مغزية جدا البرتقان والجزر واللمون يعني ميكس مع بعض وكده كله فيتامينات طبعا ولادكم العصير هيشربون ان شاء الله والمهلبية الاطفال كلها بتحباها كده خلصنا خلاص المهلبية بتاعتنا بنكون محضرين الاطباق بتاعتنا قبل ما نشتغل في المهلبية علشان ما نركنهاش وتعمل معانا وش وتبقى تقيلة اول ما بشيلها من على النار زي ما حضراتكم شايفين كده بصوا حتى البخار كده طالع ان هي لسه طالعة من على النار اهي هنزل بيها بقى في الاطباق بتاعتي او في الكاسات زي ما تحبي تغري فيها حطيها بصوا بقى اللون ما شاء الله لقوات الا بالله بدون اي اضافات اهو كده وطبعا لو في اي حاجة على حروف الطبق بنحاول ان احنا برضو نساويه عشان يبقى الطبق بتاعنا في التقديم شكله حلو يفتح النفس اهو كده هكمل بقى الاطباق اللي عندي رحت الفانيليا مع العصير اللي احنا حطيناه طحفة رحته حلوة قويه اللي هو مع المهلبية مش العصير اللي في الكبيات حابة تحطي برضو في العصير بتاع الكبيات في الخلاط فانيليا زي ما تحبي بس انا ما حطيتش غير في المهلبية بس كده مالينا الاطباق بتاعيتنا ما شاء الله لقوات الا بالله هنبتدي بقى الجرنشة ممكن هنا تاكلوا المهلبية على طول بعد ما تبرد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وممكن كمان اي حاجة بقى عندك جوزهندس بيب سوداني اه ممكن اللي هو بديل الفزو اللي احنا عاملينه اي حاجة بتجرنش بيها دي بتبقى زيادة من عندك تمام ما عندكش خلاص العصير بتشرب عادي جدا من غير اي جرنشة وكمان المهلبية انا هنا بقى حطيت شوية جوزهندس كده على العصير في الكبيات بس يدي كده شكل حلو كاديكوريشن وكمان حطيت جوزهندس زي ما حضراتكم شايفين في الاطباق اهو برضو الجوزهندس انا بحطه بالطريقة دي انت حطي بقى بالطريقة اللي تريحك تمام ممكن تحطي جوزهندس بس ممكن تحطي زبيب بس اهو حطيت بقى الجوزهندس كده بصراحة بعد الوصفة ما بتخلص معانا وبنيجي بقى عشان نجرنش بقى كده بيبقى ايه بتجرنش بمزاك كده يعني بتفنني الحاجة دي حطيت لع شكلها عامل ازاي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ودي بديل الفوزه اهو حاجة كده روعة اللون الاخضر طبعا كسر اللون الابيض مع الورنج فشكله حلو قوي والطعم كان خطير والعصير طحفة حاولوا تعملوا العصير ده لولادكو في الشتاء كتير جدا حيشربوه وحيكون مغزي هاو زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله بكده يكون وصفتنا النهاردة خلصيت يارب الفيديو يكون عجبكو لو عجبكو استفدت ولو بمعلومة صغيرة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكراب للقناة وتفعلوا الجرس ودوسوا الكل عشان يوصلوكم مني كل فيديو جديد أشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة